كمان على فكرة أرسل محمد برضو في السوشيال ميديا لأنه من أمن العقاب أساء الأدب ألاقي المسألة بقت منهج يعني ألاقي من النوعيات حد اسمه محمود الجابري أنت متخيل أنه ده أكاونت مصري بيقول جمهور الرجاء ناوي على مجزرة مع جمهور ولعبت النادي الأهلي ربنا يستر ويقدروا ينفزوها بص الكلام ده في صفحات مصرية ألاقي علي جبر ومعرفش ده إذا كان علي جبر لعب الزمالك السابق المنتقل اللي جرمت زواللاء جمهور الرجاء مشحون وبيتوعد بعثة الأهل في المغرب ربنا يستر ويقدروا ينفزوا كلامهم شوف بقى اللغة ده شغل لجان ربنا يستر وينفزوا ده شغل لجان الموضوع مش صغير الموضوع ما يتسبش كده ننتظر النهاردة زي من تقريت القبر أن كابتن محمود الخطيب بيتواصل مع الأجهزة الرسمية ما بيقولش أنا بقدم بلغات بس هو بيشرح موقف يعني لأن دور الدولة المصرية الحفاظ على أمن البعثة المصرية لأنها بعثة رسمية يعني احنا بنطلعين نمثل مصر هذه البعثة فأتمنى ردود أفعال سريعة مندهش بس من بطء ردود أفعال بعض الأجهزة المسؤولة عن الإعلام في البلد بصراحة يعني كان لازم قتل الفتنة في مهدها لكن التباطؤ ده قد أنت يصيبك الحرج أنت ومهندس عدلي بس أنا لن يصيبني الحرج لسبب بسيط هو أننا حتى كإعلامي وضيف على حضراتكم لا لازم الأجهزة الإعلامية يبقى لهضور هناك قضايا كانت أقل من كذا وبعض الناس كانت بتتطاول على بعض الشخصيات العابرة وكانت بتنطفض الأجهزة المسؤولة عن الإعلام ليه الأجهزة دي النهاردة ما بتهماش بحاجة بس أقول رد فعلها بطيء هل ربما مش متصورة حجم الكرسة التي لقدر الله ممكن أن تقع يعني أتمامنا ده بعض البرامج الرياضية الحقيقة أسست موقفها على أن الحكم أخطف احتساب ضربة جزاء الأولى للأهل في بداية المباراة وأنا بستغرب أنه برامج مصرية وصحافة مصرية ومواقع مصرية معنية بالمسألة قوي ومتبنية وجهة نظر الرجاء ضد الأهل في أنه فيه أخطاء تحكمية فضيحة وفيه طوالة من غير ما حد يسأل حد متخصص أنت حدك اهتمت تسأل ده أنا اهتمت وسألت هقول لك الرد جال إزاي بس في الأول لو هذه الواقع حدثت مع أندي أخرى بتلعب في أفريقيا كان الأقلام دي نبشت ووضحت أن تم مجملتها هنفترض أن الواقعة سليمة اشمعنا واضح جدا أنت ليب تتعقب الأهل ما عليش لا خلينا نرجع أيضا هناك أيضا حلم من التعقب لكابتن موسيماني يعني في عز مجدو لحظة وهو بيفوز وبيحقق النتائج اه طبعا لا مش عاجبهم يعني لا ما هو طيب الراجل الراجل أنا بس عايزة أقول لك ترجمة نانسي قنقر